لا تزال قضية سرقة أموال الأمانات الضريبية المعروفة بسرقة القرن تثير الجدل والتساؤلات في الشارع العراقي من ناحية حجم الأموال المسروقة التي تتجاوز مليارين ونصف المليار دولار وطبيعة المتهمين وكيفية التعاطي الحكومي معهم فبعد أخذ ورد حول القضية منذ عام 2022 تؤجل مجددا محاكمة المتهم الأول بالسرقة نورزهير حتى نهاية شهر أب الجاري بحسب ما ذكرته مصادر برلمانية سبب التأجيل بحسب محام المتهم يعود إلى عدم إمكانية مثول المتهم أمام المحكمة في الموعد المحدد وعلى الفور وافقت هيئة المحكمة على طلب التأجيل دون أن ترد أخبار عن موانع حضور المتهم وهل هي ترقى إلى تأجيل المحكمة بشأنها وسبق أن أعلن رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني عن استرداد جزء من الأموال المسروقة بطريقة وصفها مراقبون بصفقة مساومة عقدت مع المتهمين مقابل عدم التوسع في التحقيق في القضية والاكتفاء باسترداد جزء من المبلغ أكثر من ثلاثين متهما ومدانا بقضية سرقة القرن كان نورزهير الواجهة لهم فيما يبدو أن التحقيق كان ضبابيا بشأن البقية وخصوصا أن سرقة بهذا الحجم لا يمكن أن تتم لولا دعم واشتراك أطراف لها نفوذ في مفاصل الدولة الرأي العام العراقي لديه انطباعات كبيرة بأن جريمة سرقة الأمانة الضريبية وراءها نفوذ سياسي وحماية سياسية وذلك أن الذين ساهموا ووقعوا في الفخ هم الموظفون المتنفذون الذين استخدموا نفوذهم الإداري في خدمة أجنداتهم إلا أن التحقيق تجنب البحث عن من لهم توقيع وموافقة على الورق في كل مراحل الجريمة